اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي سعوا لإيجاد حلول من أجل إعادة بعث الأمة الإسلامية من جديد وإعادة أمجادها هذه الإشكالية جعلت ساحة الفكرية في نوع من التهارج والمرج خلفت لنا إشكاليات تحتاج إلى أن يجاب عليها نحاول في برنامجنا هذا أيها الأعزة الأفاضل أن نجيب عن بعض هذه الإشكالات يرافقنا في هذا البرنامج الدكتور ماهر الشلال مرحبا بك الدكتور والأستاذ ماهر الشلال هو دكتور في الشريعة الإسلامية متحصل على الدكتورة من سوريا تخصص اختصاص فكر إسلام ومقارنة أديان وهو عضو بالمنتدى العالمي للوسطية وعضو برابطة علماء الشام وحاصر على براءة اختراع في مصطلح الاحتباس الحضاري نحاول في هذا البرنامج أيها الأخوة الأفاضل أن نطرح إشكالية أو سؤالة التحضر حتى نضع له العوامل التي تعيدنا إلى ريادة الحضارة العالمية وتعيدنا إلى المنطلق الذي جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبدأ مع دكتورنا الفاضل نرحب به باسم جميع الجزائريين وباسم مشاهدي قناة الأنيس نبدأ بطرح إشكال أيها الأستاذ الفاضل وهو إن طرح الإشكاليات النظرية والفكرية يخلف لدى بعض الناس نوعا من التطير معتقدين بأن العمل سابق على الفكر فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أنا أشكر قناة الأنيس وأشكر المشاهدين الكرام على حسن الاستضافة هذه وأشكرك أيضا أنت والفريق العامل معك أستاذ إسلام على إنتاج هذه الحلقة قليل جدا في زمن ضعف وتقهقر الأمة وأكلها من أطرافها أن يراد إعادة بناء نهضة جديدة لهذه الأمة وإعادة الريادة الحضارية كما كانت أمتنا هي ريادة الحضارة لمدة تسعة قرون متوالية والتي لم تستطع أي حضارة عالمية أن تستمر هذا الاستمرار والاستقرار باتجاه حضارة مستقرة كحضارة الإسلام طبعا هل التنظير قبل العمل طبيعي جدا الإسلام في طبيعته لما أراده الله سبحانه وتعالى انزالا في كتابه الكريم أنزله بداية تنظيريا في مفهوم الإسلام وخروجه من مسألة عبادة الوثن إلى عبادة الواحد القحار التي هي تنظير عقلي من أجل إرساء معنى الدين بعد ذلك أمرهم بالعمل وهو الإيمان لذلك نجده هذا تراتبيا أيضا في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فيما يرويه عن ربه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام هو تنظير كلامي باتجاه تغيير العقائد والذهنيات والأفكار بعد ذلك نذهب إلى الإيمان الذي هو عبارة عن نبراس عمل إخراج القول إلى منطوق عمل بعد ذلك نذهب إلى الإحسان الذي هو تدرج باتجاه النقطة فبناء الحضارة فالتكامل الإنسان الكامل لهذه الأمة التي استخلفها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض جميل جدا معلت أستاذنا بلغة علماء المقاصد فالحديث في التنظير والحديث في الفكر بشكل عام هو من الضروريات وليس من الكماليات وليس من التحسينيات بالضبط تماما بهذه الدقة كما يتكلم الشاطبي عن تقسيم الأحكام أن الكلام في التنظير اليوم الأمة الإسلامية في عهد التقهقر وهذا كلام علماء الاجتماع وكلام علماء الحضارة أن الأمة في عهد التقهقر تحتاج إلى المفكر المنظر وتحتاج إلى الفيلسوف الفقيه جميل فهذه الحاجة إلى ذلك هو إعادة إنتاج الأفكار من جديد الأفكار التي تهيئ للأمة مدار تغيير الذهنيات من أجل إنتاج طاقة العمل جميل نغوص أكثر في موضوع برنامجنا أستاذنا الكريم بعد أن عرفنا أن الفكر ليس طرفا ولكنه من الضروريات الحديث عن التحضر لماذا؟ ما هي مبررات الحديث عن التحضر؟ أعتقد نحن كأمة الإسلام نحن مأمورين في القرآن الكريم بأمرين مهمين جدا هم أسباب الوجود الإنساني السبب الأول هو أن أسميه السبب الذاتي للوجود وهو السبب التعبدي لقوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وهي الغاية في صلة العبد بخالقه وهذه اسمها الشأن الإيماني هذا النفع فيه ذاتي قد يتعدى للغير أما لا يستطيع أن يتعدى للأمم الأخرى لا يقدم النموذج المتكامل للأمم الأخرى النموذج المتكامل للأمم الأخرى أطلقه الله سبحانه وتعالى منذ اللحظة الأولى لإنشاء العرق البشري في آدم لما قال إني جاعل في الأرض خليفة هو الاستخلاف والتمكين والعمران الاستخلاف والتمكين والعمران هي غاية وجود الإنسان في هذه الأرض التي أول مدافع عنها كان الله سبحانه وتعالى في هذه الغاية لما اعترضت الملائكة المفطورة على العبادة والمفطورة على أن تعطي صيغا عبادية مفطورة فقط دون وجود شهوة ودون وجود النزاع الشهواني في طبيعة النفس التي خلقها الله في الملائكة أوجد مخلوقا جديدا وهو آدم عليه السلام وبنيه من بعده أن جعلهم خلائف له في الأرض من أجل إعمارها ومن أجل التمكين فيها فالخروج من حياة العبادة الذاتية في نفعها الذاتي إلى خروج في استخلاف هذه الأمة في أرض التمكين أدى ذلك إلى أن تكون هذه الأمة أمة حضارية متحضرة نموذجا لذلك نريد من هذا البرنامج ومن برامج أخرى رديفة قل كل يعمل على شاكلته أن نعيد لهذه الأمة طريقة الفهم للتمكين فالغرب بمسماه لا نسمي الجهة الغرب وهو المخالف لنا استطاع أن يسخر ما في السماوات والأرض لكن تسخيرا ماديا والمسلمون اليوم استطاعوا أن يسخروا ما في الإيمان تسخيرا معنويا إن لم يتلاقح الإيمان مع المادة الروح مع المادة جناح العبادة الذاتية التي تعطي دافعا إيمانيا باتجاه إنتاج العمل إن لم يتلاقحوا فيما بينهم لن نستطيع أن نعيد حضارة جديدة لهذه الأمة كلام جميل جدا أستاذ إذا جمعنا بين ما قلته في البداية وما قلته الآن فإن التفكير في التحضر أو التفكير في إعادة بعث الأمة وبناء الحضارة الإسلامية يرقى إلى درجة العبادة لله عز وجل نعم هو باب قرب لله سبحانه وتعالى وفيه نص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم النبي تكون فيكم نبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يأتي من بعد ذلك خلافة راشدة ما شاء الله لها أن تكون ثم يأتي بعد ذلك ملك عضود ما شاء الله له أن يكون ثم يأتي بعد ذلك ظلما وجور ما شاء الله له أن يكون ثم يأتي بعد ذلك خلافة راشدة على منهج النبوة الأولى إذن نحن أمام دفع قوي جدا باتجاه خلافة راشدة لكن عنوانها إذا أردنا أن نعطيها عنوانا في هذه المرحلة التي نعيشها ومنها هذا البرنامج الذي يضع لبنة في هذا البناء عنوانها ليس عارا أن نولد في زمن الخذلان ولكن عارا أن لا نقود معركة الوعي اليوم نولد في زمن خذلان خذلان عالمي وخذلان عربي وخذلان إسلامي لشعوب تقهر لكن هذا المخاض الأليم يؤذن بولادة صحيحة تامة شاملة لهذه الأمة مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الذي أثبت الله له أن كلامه الصحيح الذي أثبت سندا ومتنا أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذن الحالة الإيمانية حالة موجودة وهو أهم الدوافع باتجاه نهضة الأمة لكن يلزمها تعقل ورشد وأن يكون هناك قيادة لهذه الأمة تستطيع أن تقود هذه الأمة في مراحلها المتقدمة من أجل ماذا؟ من أجل إعادة البناء الحضاري الذي هو كما تفضل مقصد عبادي كما أن الصلاة في المسجد لها أجر وفيها رفع للدرجات فإن العمل بالمعمل له أجر وفيه رفع للدرجات جميل نتوجه أستاذنا نحو تعريف الحضارة حتى نضع المشاهدين في الصورة عن ماذا نريد أن نحدثهم في هذا البرنامج فلو تضع لنا تعريفا للحضارة حسب فهمك وحسب ما سنسير عليه في حلقات هذا البرنامج نعم بداية مفهوم كلمة الحضارة ليس مفهوما جديدا هو مفهوم امتد في التاريخ كانت الفكرة هي بدايتها مع بداية وجود الوجود البابلي وما سمي بالحضارة البابلية وبداية إنشاء قانون بابل وما شابه ذلك ثم ابتلت الآشورية فالكنعانية ثم جاء المناذر والقساسين ثم جاءت الامبراطورية الرومانية ثم جاءت من بعد ذلك الفارسية ثم جاءت حضارة الإسلام فلما بدأ الازدهار الإسلامي بدأ المسلمون يؤطرون مسألة الفكر في إنتاج مصطلح اسمه الحضارة كيف يحافظ عليه هذا التحضر هل هو مدنية أم هو قيم إنسانية معدير أستاذ ملاحظة فقط أنت لما أشرط إلى الامتداد التاريخي كنت تقصد وجود الحضارة وليس وجود المصطلح في وعي الذين يقومون طبعا بإنتاج هذه الحضارات طبعا الحضارات كواقع نعم كواقع تمام لكن المصطلح كمصطلح إذا أخذنا الفكر من بداية أورستو أورستو بدأ يتكلم أيام الإسكندر المقدوني عن وجود الإمبراطورية الرومانية ثم جاء بعد ذلك فلاسفة الفرس وتكلموا عن وجود الحضارة الفارسية ثم بعد ذلك جاء المسلمون لكن جاءوا بتنظير مهم جدا أن الحضارة هي جزء لا ينفصل عن قيم الإنسان الحضارة ليست بناء وعمران وإنما هي بناء إنسان ينتج البناء والعمران ففي الحضارة المفهوم الحضاري بناء الإنسان مقدم على بناء الجدران لذلك أنا أعرف الحضارة على أنها كلمة عامة يقصد بها حالة مزدوجة من العطاء المادي والبناء العمراني يتكلل هذا بالبناء الإنساني الذي يؤدي إلى التنمية والاستقرار والإسهام في التراث الإنساني زيادة ونماء بذلك تكون الحضارة هي عبارة عن منتج متكامل يتدرج فيه الإنسان من بداية التشويش في الفكرة إلى بداية نضوج الفكرة إذن الحضارة هي كمال الاستقرار الإنساني باتجاه تقديم النفع مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله جميل حسب هذا التعريف أستاذ للحضارة فإن مفهومها شامل عام يمكن لأي بيئة لأي إيديولوجيا إن صح التعبير أو أي فلسفة أن تنتج نوعا من التحضر نجد في كتب الفكر أستاذنا الفاضل وفي فق التحضر من يجمع بين الحضارة وبين معطن قيمي يقول مثلا الحضارة الإسلامية الحضارة المسيحية الحضارة الغربية الحضارة الشرقية فما هي دلالات هذا الجمع وهل هو سائغ وهل له أبعاد في الواقع بداية إلصاق الحضارة بإلصاق ديني له مبرراته في الزمن له مبرراته في الزمن فاليوم مثلا منذ عهد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 785 للهجرة اللي هو تاريخ انتداد الحضارة الإسلامية معناتها كانت الحضارة تقوم على أعمدة لها انتماء ديني وهذا مبرر في ذلك الزمن لكن الفائدة في هذا أنه لما نتكلم حضارة مسيحية أو حضارة إغريقية أو حضارة يهودية أو حضارة إسلامية أنا أعتقد هذه نظرة ضيقة باتجاه البناء المتكامل الإنساني المسلمين استطاعوا أن يتخلصوا من هذا لكن كتاب التاريخ أثبتوه استطاع المسلمون أن يتخلصوا من عقدة أنه لا يعمل ضمن النطاق الحضاري إلا المسلمون إلى نقطة أنه يعمل ضمن النطاق الحضاري كل عرق إنساني بغض النظر عن قوميته بغض النظر عن جنسه بغض النظر عن لونه بغض النظر عن عرقه مما أدى إلى وجود اندماج كل الثقافات التي تعيش في الحوض الإسلامي مثلا في عهد هارون الرشيد بلغت رقعة الدولة الإسلامية 15 مليون كيلومتر مربع وفي عهد سليمان القانوني في الخلافة العثمانية بلغت الدولة الإسلامية 19 مليون كيلومتر مربع مما أدى كل الثقافات الموجودة أن تندمج في إعادة البناء الحضاري فنحن ننتمي إلى هذا المصطلح القيمي الذي يتعامل على أن الحضارة منتج إسلامي الدين فيه أساس ولكن ليس الدين كل الحاوضة المشتركون في هذه الحضارة التي قوامها الإسلام أو عمودها الإسلام حتى من غير المسلمين هي فئات هوياتية منتجة في الحضارة الإسلامية وليست مصدلة بظلها فقط أبدا لأن اليوم أنت الحضارة في مصطلح الحضارة هي تتعامل مع الإنتاج ولا تتعامل مع الشخصيات لذاتها أو إثنياتها هي تتعامل بما يقدم يعني اليوم لما نتكلم عن في زمن المأمون في زمن المأمون كانت تترجم الكتب ويعطى وزنها ذهبا لكن ليس البخاري ولا مسلم ولا صحيح بن حبان ولا تفسير القرطبي كان يأتي بكتب الإغريق وفلسفة الغرب وأورستو طاليس وما تكلم فيه الرومان وما تكلم فيه الفرس كانوا يأتوا بتلك الثقافات فيترجمونها إلى العربية فيعطون منتجا مهما جدا لهذه الحضارة مما أدى إلى مشاركتهم فتطور علم الترجمة تطورا باهرا أيام المأمون في الخلافة العباسية مما أدى إلى وجود الاندماج ناحية الاندماج الحضاري في إنتاج العامل الحضاري أنا أسميه العامل الحضاري الذي يتلاقح فيه المسلم بغير المسلم في عقد اسمه عقد الوطنية أو عقد البناء الحضاري لأمة متكاملة إنسانية جميل مع أنتها أستاذ هذه الإيجابية في طبيعة الحضارة حسب تعريفكم لها وفي فهمها الإسلامي تعتمد أساسا على تراكمية العلوم والمعارف والمشترك الإنساني فهي ليست قائمة لوحدها حسب تعريفكم في فضاء منعزلة عن العالم الخارج هذا كم الخاص لكلامكم أستاذ بالأخير نختم هذه الحلقة أستاذنا الفاضل بسؤال مهم أو إشكالية مهمة هناك من يتبادر إلى ذهنه وهناك من يبني بعض نظرياته على هذه الفكرة التي فيها نوع من الخلل هو أن نظرته إلى مصطلحي أو مفهوم الحضارة هو اعتبار مكان والتاريخ والحضارات البائدة وليس شيئا مستمرا ما رأيكم أستاذ أنا أريد أن أعطي المشاهدين تشبيه حتى أبسط لهم المسألة اليوم صار بمتناول كل إنسان أن يكون عنده سيارة بمتناول أي إنسان يكون عنده سيارة لكن في السيارة أنت تنظر للأمام أم تنظر للمرآة الخلفية أكثر للأمام إذن نحن نظرة الإنسان للمستقبل هي كالزجاج الأمامي ونظرته للتاريخ هي كالمرآة التي أمامه ينظر للخلف في التاريخ يجب أن تكون القاعدة فيها من قوله تعالى نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم البناء الحضاري يتعامل مع الإيجابية باتجاه ما ورفنا التاريخ ويتغافل عن السلبية باتجاه بناء المستقبل لكن هذا لا يعيب أن نذكر مثالب الأقدمين وأخطاؤهم حتى نتعلم الدروس في أن لا نقع مثلهم ولكن نظرتنا للمستقبل هي خمسة أضعاف نظرتنا للتاريخ هذا لا ينفي أن نكون تاريخيين وأثريين لذلك القاعدة تقول نكون متصلين بالأصل ومنفتحين على العصر جميل جدا فكرة جميلة جدا وسوف نفصل فيها في قبل الأيام بإذن الله تعالى حديث ماتع شيق نافع مع الدكتور ماهر الشلا لكن للأسف سيف الوقت ذاهمنا نشكر أستاذ المشاهدين على حسن متابعتهم وإصائهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا قد انتفعوا من هذه المائدة الفكرية التي تفتح الشهية لمزيد من المتابعة شكرا لكم وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ودكتور الفاضل والسلام عليكم اشتركوا في القناة